وهنحاول نفهم منهم أكتر عن الجريمة اللي بدأت بعض الجرايض تسميها بسفاح النساء انتظرونا بعض الفن يا ساتر يا رب الناس جرالها إيه؟ بتصدق الكلام ده دي تلاقي الشغالة اشتغالت إيه بس يا حبيبي؟ بيقولولك خطفوا البنتين ودبحوهم كمان هو أحلى شفنا حاجة بعيننا تلاقيهم بيعملوا حدوتها كده زي معاملوا موضوع السلعوة قبل كده اللي 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 انت إيه اللي جرالك؟ ايه اللي قالبك عالمزيعة دي؟ ده انت ما كنتش بتصدق حد اللي هي كلهم كدبين يلا ونادخل هدين سبعة لخير انت من أهل أول ضيوفنا النهار ده الدكتور محمد ماهر دكتور الأمراض النفسية هنتكلم معاه أكتر في إيه اللي ممكن يخلي حد يرتكب جريمة بشعة زي دي قولي يا نادا هم؟ بتعمل إيه لو أنا موت؟ في الكلام اللي انت بتريدها رد علي من غير الله في وضع وران هتتجوز تاني؟ مش هرد على الكلام لها بل انت بتريدها ما حياتي هترد هتتجوز؟ هتجوز إيه يا عبيضان دي؟ ده أنا مقدرش أعيشهم واحد من ذلك هروح أتجوز محدش ما يقدرش يعيش من غيرها أنا بقى ما حدرش أعيش من غيرها وبعدين لقدر الله يعني لو جردك أي حاجة بعد خمسين سنة هموت نفسي وراجع على طول بعد الشرع لي كيه اللي بتقوله ده؟ عايز تموت كافر طيب لو كده بقى مافيش قدام من غير حالة واحد بس إيه تتجوز عايش مهد لغاية ربنا ما يجمعني بيك في ده آخر تحبيني بجد بحبك أنا أحبك لدرجة أني لا فكر الدنيا كان شكلاقي قبل ما يشوفك ولا قادر تخيل ممكن تبقى عاملة زي لو أنت مش فيها حبيبي أبنا يخليك لي فأنا ما أحب منك أحبك وأنا كم أحبك أنا تحني أنا تقوي حبيبي وزي ما شفتوا معانا ما حدش فاهم حاجة لأن الداخلية مصررة أن ما فيش سفاح وأهل الضحايا رفضين يتكلموا مع حد وعلم النفس الاجتماعي بيقول أن إحنا قدام جرائم منظمة واللي بيعملها فاعل واحد وأنه مش هيوقف عند الجريمتين دول أنا عارفة أن فيه ناس دلوقتي بتتهمنا أن إحنا بنهايج الرأي العام لكن إنتوا عارفين كويس قوي أن إحنا عمرنا مجرينة وراخبتة صحفية ولا بروباجاندا على الفادي إحنا كل هدفنا أن إحنا نوصل للحقيقة ولو فيه مشكلة ندور لها على الحل مش ندفل نرسنا في الرمل معادنا بكرة إن شاء الله وخلي بالكم من نفسوكم وخلي بالكم من بناتكم وتصبحوا على ألف خير ما شاء الله الفيوس في العالي بالدم نمسك الخشبة أستاذك هتشوفين بكرة لصلاحتي يا كريم مش فاضية دلوقتي ألو دادا فريدة نعمت طب أقولك إيه خليك بيتها عندها في القوضة ماشي لا لا أنا خلصت جاي في السكن مرسي يا حبتي يانا باي باي ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة